بطلت العالم للكاراتي في دبي 2021 نتائج كبيرة مستويات جيدة مفاجآت كبيرة كمان كانت لاعبين من مختلف الدول العربية كانوا متواجدين شاركوا أدموا أفضل ما عندهم حصدوا نتائج جيدة خلونا نعمل جولة بسيطة عن نتائج اللي صارت مع الدول العربية واللاعبين العرب بعد فاصل موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته نعمل جولة بسيطة وسريعة عن نتائج بطولة العالم وحصرة من الدول العربية نرى اللاعبين العربية كيف كانت النتائج ورح نرى النتائج بشكل عام كيف كانت ورح نبدأ كم العادي دائما مع كاتا سيدات طبعا ما رح نطرق للمراكز بشكل عام كونه حديثنا رح يكون عن اللاعبين العرب وبالكاتل الفردي بتكون حصلت من مصر آية هشام على المركز الخامس شي حلو وفي عنا كمان اللاعب الجزائري منال كاميليا حاج سيد كان ترتيبها في المركز الخمسة وعشرين ومن المغرب آية الناصري وكمان حصلت على المركز الخمسة وعشرين وعنا كمان من الإمارة بالمركز الـ 41 من حميدة حاد جعفري ومن الكويت ياسمين المطاوع بالمركز الـ 49 ومن السعودي منال الزايد وكمان بالمركز الـ 49 ومن عمان كمان المركز الـ 49 حوراء العواطي ومنبدأ بوزن تحت الـ 51 كيلو جرام وعنا من مصر ياسمين النصر الجيولي وحصلت برونزي ومتاز وعنا من مصر ومن المغرب شيماء الحيطي وكانت في المركز الخامس ومن الجزائر سيليا وقيني وكانت في المركز السابع طبعا الكوميتي عم يكون الترتيب لحد المركز 11 بعد هيك لأسف ما عم يكون فيه رنك ولكن بالكات عم يوصل للرقم الـ 57 ومننتقل لـ كوميتي تحت الـ 55 كيلو جرام سيدات وفي عنا من مصر أحلام يوسف المركز الأول وحصلت الميتالي الدهبية لمصر وبيوزن تحت الـ 61 كيلو جرام كان في عنا من الجزائر شيء ما مدي وحصلت الترتيب السابع بهذا الوزن بوزن تحت 68 كيلو جرام عنا من المغرب نسرين بوق وكمان بيكون بالمركز السابع وبيوزن زائد 68 كيلو جرام سيدات في عنا من مصر من مصر منا شعبان عقيلة وبالميدالي الفضي والمركز الثاني وعنا كاتا سيدات طبعا لسا النهائيات ما انتهت إلى حد اللحظة إسبانيا واليابان لسا ما لعبوا على النهائيات الكاتا الجماعي ولكن موضوعنا هو الدول العربية وعنا مثلا بمصر خلينا نقول المنتخب المصري سيدات أخذ المركز الثالث الميدالي البرونزي ممتاز وعنا كمان المنتخب الجزائري وحصل على المركز الثلاثة عشر والإماراتي المركز تسبتعش وهذا كان كل شيء بالنسبة للسيدات وبيضل عنا بالنسبة للسيدات اللي كوميتي تيم واللي لسا لحد الآن ما في أي نتائج عنه يعني في المباراة ماشي ولكن ما في أي نتائج نهائي لحد الآن ولكن أتوقع أنه منتخب مصر ممكن يوصل لمرحلة جيدة إن شاء الله رح نشوفه رح تجينا أخبار أو نسمعه بالأخبار الجاي إن شاء الله قادمة سريعا إن شاء الله وننتقل إلى الرجال وعنا بالكاتر رجال من مصر اللاعب كريم وليد غالي وبالمركز سبتعش وعنا من المغرب بعدنا الحكيمي وبالمركز الواحد وعشرين ومن الكويت محمد سيد الموسوي وبالمركز خمسة وعشرين وعنا من عمان علي الرئيسي بالمركز تلاتة وثلاتين وعنا كمان من الجزائر عبد الحكيم حوى بالمركز 41 ومن الإمارات مروان المعزمي وبالمركز 41 وكمان من السعودي مسفر الأسمري بالمركز 41 وعنا كمان من تونس بلال سليمي بالمركز 65 وعنا كمان كوميتي رجال تحت 60 كيلو جرام وعنا من المغرب علي عبد الجنا والمركز الثالث والميدالي البرونزي برابو الميدالي الحمد لله ومن الكويت عبدالله شعبان المركز التاسع ما شاء الله في نتائج جيدة وكمنتي رجال تحت 67 كيلو جرام وعننا من مصر على الساوي ثالثة الميدالية البرونزية ومن الأردن عبدالله حمد وبالمركز السابع ومننتقل إلى الكمنتي رجال تحت 75 كيلو جرام وعن دوح عبدالله عبدالعزيز بالميدالية الفضية والمركز الثاني ومن الكويت عمر العجيني بالمركز السابع ومن انتقل الى رجال كوميتي تحت الـ 84 كيلو جرام وعننا من مصر يوسف البدوي أو يوسف بدوي الميدالي الذهبي والمركز الأول ما شاء الله مصر تقدمي وعننا كما من المغرب نبيل الشعبي وبالمركز الخامس من العراق شفان عثمان مجيد بالمركز داعش وبالكوميتي زادة 84 كيلو جرام للأسف ما تم تصنيف اي لاعب عربي للأسف طبعا نحن عنا 11 مركز مبتوحين ولكن للأسف ما فيه اي اسم لأي لاعب عربي مع الأسف كنان نتمنى يكون في قلنا حصة كمان بهذا ولكن للأسف ما مشي الحال ومن انتقل الى الكاتا تيم طبعا الكاتا تيم تبدأ عنا خلنا نقول إذن نحكي على التصنيف بالدول العربية بيكون عنا في المركز الخامس وعنا منتخب المغرب وعنا من الكويت المركز السابع ومن الجزائر أو منتخب الجزائر المركز 13 ومن مصر كمان منتخب مصر في المركز 13 والعراق في المركز 19 حظ أوفر لكل الناس اللي ما حالفون الحظ وإن شاء الله ألف مبروك لكل اللاعبين اللي حصلوا على ترتيب عام أو حصلوا على ترتيب بشكل هنين بيحبوه أو حتى يمكن ما حصلوا المركز اللي هنين بيحبوه ولكن كانوا رضيانين عن آداؤن نقول لهم إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله تحصلوا نتائج أفضل من هيك كل هاتنا فخورين فيكم نلتقى بالفيديوهات الجاي إن شاء الله وبانتظار كمان البطولات القادمة نشوفكم ونشجعكم كمان نلتقى فيديوهات الجديدة إن شاء الله سلامات ترجمة نانسي قنقر